في ملف الهجرة أنقذ خفر سواحل الإيطالية 130 مهاجراً كانوا على متن قارب المطاطي في عرض البحر بعد يومين شهد عملية إنقاذ مكثفة وتم خلالها إجلاء ثلاثة آلاف مهاجر وذلك ضمن عملية الإنقاذ التي تباشر البحرية الأوروبية في مياه المتوسط نتابع التفاصيل في هذا التقرير لعبد سمد صالح أفواج المهاجرين لا تتوقف عن محاولة عبور البحر المتوسط إلى الضفة الأوروبية عمليات الإنقاذ التي تنفذها قطع البحرية الأوروبية قرب السواحل الإيطالية وصلت إيقاف القوارب المكتظة بالمهاجرين غير النظاميين القادم معظمها من السواحل الليبية حيث لا رقيب على نشاط مهربي البشر خفر السواحل الإيطالي أنقذ قارباً كان يقل 130 مهاجراً خلال الساعات الماضية فيما شهد اليومان السابقان عمليات إنقاذ شملت أزيد من 3000 شخص في عرض البحر بينما تستمر أعداد الغرقى في التزايد 15 قارباً شاركت في نقل المهاجرين الذين عانى بعضهم من وضع صحي حرج وتوفي اثنان منهم على القوارب وجرت عمليات الإنقاذ كلها بين ليبيا وإيطاليا مسارات متعددة سلكها المهاجرون القادمون من بلدان إفريقية وآسيوية مختلفة قبل أن يسلموا مصيرهم إلى المهربين ليتم نقلهم في قوارب متهالكة مقابل مبالغ مالية مهمة منظمة الهجرة الدولية أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وهدوء البحر أدى إلى زيادة عدد محاولات العبور إلى أوروبا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية مما أدى بدوره إلى زيادة عدد الوفيات المنظمة سجلت أزيد من 2800 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي بزيادة ألف حالة وفاة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي موجة الهجرة الحادة التي تضرب الشواطئ الإيطالية حملت منذ بداية العام 2016 أكثر من 40 ألف مهاجر فيما حملت قوارب المتوسط العام الماضي أزيد من 154 ألف مهاجر ترجمة نانسي قنقر